النبي عليه الصلاة والسلام آخر ما وصانا فيه النساء قال اثق استوصوا بالنساء خير النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لما وص الناس وقال الخطبة العظيمة قال ألا فاستوصوا بالنساء خيرا فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ثم ذكر الحقوق بين الزوجين صحيح المرأة عليها حقوق عليها واجبات ولها حقوق أيضا تقوم بواجباتها تجاه زوجه لكن الزوج أيضا الحق الزوجة أعظم حق الزوجة في الإسلام عظيم عظيم فاتقوا الله وخافوا الله شوف هذه المرأة المسكينة يعني عشرين سنة وهي تعاني مع هذا الزوج ولم يرقب فيها إلا ولا ذم لا والأشد من ذلك أن يهينها أمام أولاده هذا مؤلم هذا مؤلم أن يهين زوجته أمام أولاده وأن يقزمها وأن يلغي شخصيتها ويسحقها سحق لأنه هو الزوج هو المنتسلط هل هذه رجولة؟ هذه لا والله ليست برجولة ليست برجولة الرجل هو الذي يحترم زوجته الرجل هو الذي يؤدل حقوق والواجبات هذا هو الرجل هذا هو الرجل الحقيقي قبل أن أشكر؟ además من ذلك أن ت BUشتهم أن تريد من ذلك حقوقها لأن ذلك إن قوموا قد تخفي من ذلك من ذلك أشكر أن قد يريد أن تلاحقك سألاثون الله ذلك لا يقوم سألاثون الله ذلك أنه يخże خلق سألاثون الله ثالث على واحد ما يحوا بالرسالة ليس للمشاهدة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته